نعم بحسب مصادر في كتائب أبو العباس تواصلنا معها أحد أفراد الكتائب كان خارجا من منزله في حي الظاهرية وسط مدينة تعز وتعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين هذه العيرة النارية والرصاصات أردته قتيلا على الفور رغم محاولة إنقاذه وإسعافه إلى أحد المستشفيات هذه أبرز المعلومات الأولية التي تمكننا من الحصول عليها حتى هذه اللحظة وما زلنا نبحث المزيد منها حول هذا الموضوع أيضا مسلحان كان الذين نفذوا عملية الاغتيال هما إثنان مسلحان في حي الظاهرية وسط مدينة تعز كان القندي خارجا من منزله وتعرض لإطلاق النار من قبل هذين المسلحين الذين أرداه قتيلا طيب بالنسبة لتطورات المعارك في جبهات تعز المختلفة ما المعلومات المتوفرة لديك نعم لعل أبرز تطورات خلال الساعات الماضية هي المعارك التي تشدها مديرية القبيطة التي هي إداريا تتبع لمحافظة لحق ولكنها في الحدود الفاصلة بين محافظة تعز ومحافظة لحق المعارك هناك مستمرة منذ أيام بتزامن مع تعزيزات عسكرية كبيرة دفعت بها الميليشيات الإنقلابية إلى هذه القبهة مصادر في الجيش الوطني تواصلنا معهم وحصلنا على معلومات تفيد أن الميليشيات الإنقلابية دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى هذه القبهة بغيت استعادة السيطرة على قبل الحمام الاستراتيجي الذي تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة السيطرة عليه وتحريره من الميليشيات الإنقلابية يوم أمس وكذلك التب الخضراء المقاورة لهذا القبل الاستراتيجي والمهم المعارك الآن تدور حول هذين الموقعين هما قبل الحمام والتب الخضراء وهما موقعين استراتيجيين تحاول الميليشيات الإنقلابية استعادة السيطرة عليهم وبعد تحريرهما من قبل قوات الجيش الوطني تتمثل الأهمية الاستراتيجية لجبل الحمام في أنه يطل على مناطق واسعة من ريف محافظة لحق وكذلك من مناطق محافظة تعز وأيضا قربه من القاعدة العسكرية الأهم في الجنوب هي قاعدة العند الاستراتيجية التي ترابط فيها قوات الجيش الوطني وقوات من التحالف العربي شكرا جزيلا لك فواز الحمادي مراسلنا من تعز كنت معنا عبر القمار الصناعي اشتركوا في القناة